يعني بالكاد نوفي هذا الموضوع حق برأينا المتواضع أقوى نقطة في مذهب الشيعة فهو حديث الغدير لأنه من جهة موجود في كتبنا بكل كتبنا البخاري ومسلم كله متواتر يعني لا شك فيه ولا رأي وبين جهة ألفاظه يعني إذا جاز التعبير محرجي لأنه يظهر وكأنه فعلا بيعه لسيدنا علي بكل تفاصيله ما هو حديث الغدير؟ الغدير اسمه غدير خم أكيد الفضيل الشيخ أحمد حكي يكون يوم الأيام عليه بس نحن بنرجع بنقول من زوايا تاني من خلال التجربة اللي عشناها حديث الغدير خم الرسول صلى الله عليه وسلم في انصرافه من حجة الوداع وصل إلى مفتلق طريق في مكان فيه غدير مي اسمه خم والناس بدأت تتفرق يمين وسيسار يعني راجعين فيه مئة ألف صحابي مفروض خلينا نقول لي اجتمعوا حوالي عشر تلاف ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأمسك سيدنا علي بإيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من علىه من عداه في لفظة أظن مش متفق عليها واجعل الحق يدور معه حين صدار أو كذا هذه اللفظة مش متفق عرويتها بين السنة والشيعة بس اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم هو والي من ولاه وعادي من عداه يعني متواترة بالحد الأدنى صحتها إذا ما أذكر إذا كان تعتبر متواترة بالمعنى بالحد الأدنى مستفيد يعني حديث صحيح لا ينكره أحد من علمائنا على الإطلاق فقوته أنه بعد حجة الوداع اللي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي بأشهر 18 شهر تقريبا توفي يعني كأنه وداع واسمه حجة الوداع وقال لعله القاتل بعد عازم هذا وكذا بعدان الموضوع الخطبي لم يكن فيها إلا هذا الموضوع مش مرأة مواضيعه وقال له هذا علي مولاه بس ورجع الناس وكذا وبيظهر كأنه وصيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر رضوان الله عليه إجه وهنال سيدنا عليه وقال بخن بخن يا علي أصبحت ولي وولية كل مؤمن بخن بخ بتصور أنا هي نفس اللفظة اللي بنستعملها نحن لما بيعجبنا شي هلأ بطلت مستعمل يمكن هلأ بس كان بنا نستعملها لما تشوف شغلة حلوة سيارة هي نفسها بس هذه بالعامة عليك بالفصحة بخن بخ قال له بخن بخن يا علي أصبحت ولي ولي كل مؤمن هذا الحديث كمان بهذا اللقاء قلت لكم كان الشيخ نعيم موجود قلت لهم يا أخي الكريم إذا قطعناه هاك من التاريخ وحطناك وحده هاك بنقول يا أخوان خلاص خلاص خلال الشيعة مونحا خلين نعمل الشيعة وخلاص الرسول وصى بخلاف العلي والصحابي استغفر الله يعني زعبر وكذا تايم اللهم صل على محمدين وآل محمد اشتركوا في القناة